موسيقى وزارة التموين تؤكد توفر الاحتياجات من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفضات تصل الى 20% موسيقى هيئة قناة السويس توقع اتفاقية مع شركة نرويجية لانشاء مجمع متكامل للصزراع المائية موسيقى هبوط قيمة صادرة النفط السعودية بنحو 30% في ديسمبر الماضي موسيقى الاقتصاد من النيل اهلا بكم قالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية قاموا بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم بتخفضات تتراوح ما بين 15 و20% وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان رؤساء الشركات اشاروا الى ان منافذ الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفضات مناسبة اكدت وزيرة التجارة والصناع نيفينجامي عن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة التي تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية وقالت الوزيرة ان تلك المبادرة تشهد زخما كبيرا خاصة وانها تشمل 4209 قرى باجمالية يصل الى 175 مركزا على مستوى 20 محافظة كما يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 50 مليون مستفيد كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50 او 60 بالمئة منتجات صناعية شهد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتفعيل الشراكة بين احدى الشركات التابعة للهيئة وشركة النرويجية المتخصصة في مجال الاستزراع المائية بنظام الاحواض المغلقة وذلك لتنفيذ مشروع انشاء مجمع متكامل استزراع الاسماك بتقنية حديثة عالية الجودة وبمعدل انتاج يصل الى 25 الف طن من الاسماك سنويا وتعد اتفاقية المساهمين خطوة اساسية للبدء في اجراءات تأسيس الشراكة المرتقبة بين الجانبين عقب الانتهاء من دراسات الجدوة الاقتصادية وكافة الدراسات اللازمة للمشروع التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير بوزير الخارجية والتجارة المجرية بيتر سيراتو على هامش استقبال الدفعة الاولى من العربات الجديدة الموردة من المجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة واشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين كما اعرب الوزير المجاري عن تقديره لتلك الصفقة مؤكدا التزام الجانب المجاري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات صرح دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بانه سيتم تنفيذ 60 دورا بالبرج الايقونية وهو اعلى برج في افريقيا بارتفاع يصل الى 400 متر بمنطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة واضاف الوزير ان نسبة تنفيذ الاعمال باحد القطاعات الثلاثة بالمشروع بمشروع الحضائق المركزية وصلت الى 33% كما اشار الى ان المشروع يحتوي على مساحات خضراء وبحيرات وملاعب ومناطق طرفهية ومساحات مخصصة لاقامة مشروعات استثمارية مستقبلية فضلا عن ان حجم انجاز الاعمال بالحي السكني الثالثة وصلت الى 91% اصدرت مصلحة الضرائب قررا بالزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضربي لكبار الممولين كمرحلة ثالثة باصدار فواتير ضربية الكترونيا عما تبيعه من سلع او تؤدي من خدمات وذلك اعتبارا من منتصف مايو المقبل وصرحت مصلحة الضرائب اليوم بانه يجب ان تلتزم الشركات المشار اليها في القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة التوقيع الكترونية كما اهابت بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفطورة الالكترونية وفي سوق المال تبين اداء مؤشرات البرصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب قابلت عمليات شراء من قبل الاجانب وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة مستوى 716 مليار جنيه وسط تداولات وصلت الى 4 مليارات جنيه كما صعد مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 8 من 100% في حين انخفض مؤشر اي جي اكس 70 بنسبة 48 من 100% ولمزيدنا من المتابعة والتحليل ينضم الينا الزميل احمد سعد الدين خبير اسواق المال السيد احمد مرحبا بك على شاشة النيل اهلا وسهلا سهلا السيد احمد كيف تابعت اداء السوق اليوم الحقيقة السوق اليوم تعاملات اتسمت طبعا بشكل واضح جدا بالايجابية على الرغم من ان السوق بدأ بشكل كبير جدا بشكل سلبي اه 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 اي جي اكس 30 كان اه بدء منخفض بمقدار 120 نقطة تقريبا وكذلك اي جي اكس 70 انخفض بمقدار اه 30 نقطة في بداية الجلسة على الرغم من ذلك دايما دايما سمعنا في اه في البداية اني التداولات الجلسة اليوم اتسمت بي اه 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 تعملات شراء بشكل كبير جدا للاجانب مقابل تعاملات بيع لكل من العرب والمصريين فبالتالي تعاملات الاجانب كانت مسيطرة بشكل كبير جدا بشكل فيه بصفة اه اه مستمرة بشكل شرائي على جلسة اليوم بالنسبة ليه مؤشرات البورصة المصرية اه اه والرأي الفني فيها في الوقت الحالي بالنسبة الاجي اكس 30 اه اللي اغلق عند المستوى 11435 زي ما قولنا بعد تراجع بمقدار 120 نقطة اه انا شايف ان المؤشر اه اصبح في وضع ايجابي بعد جلسة اليوم النهاردة كانت جلسة فعلا الحقيقة اه فيصلية جدا اه اه وبوضوح جدا بيينة قوة المشتري الموجودة في البورصة المصرية على مدار الفترات الاخيرة ظهرت في جلسة اليوم اه بعد ما رفض المؤشر فعليا الهبوط اسفل المستوى 110380 نقطة المرة تقريبا تقريبا التنتع على التوالي خمال اليومين اللي فاتوا اللي كان فيه اه 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 هبوط حصل اكثر من مرة للتجربة على هذا المستوى هو كان مستوى دعم اللي هو 110380 المؤشر اليوم اصدق فاشا التنفيه الهبوط اسفل هذا اه اه الدعم فبالتالي الرؤية اصبحت بدأت تتضح فيه ان المشتري مسيطر على مؤشرات البورصة المصرية وخاصة اه مؤشر اي جي اكس سيرتي اللي اهلق اللي اهلق بارتفاع مقدار اه 18 نقطة بعد غبوط بمقدار مية وعشرين نقطة اصبح الان اول اه مستوى يدينا فعلا المؤشر الحقيقي لقوة البورصة المصرية خلال الفترات القادمة هو المستوى 11673 نقطة اللي احنا بننتظر فعليا اخترافه خلال الجلسات القليلة اه القادمة باذن الله علشان نتأكد من ان احنا عندنا مستهدفات في الاجل القصير والمتوسط عند المستوى 11900 ثم 12300 في الاجل المتوسط اما بالنسبة لجي اكس السبنت اللي اهلق متراجع بمقدار 7 نقطة انا بعتبر برضو ان اداءه يعتبر كويس نظر انه كان متراجع برضو بمقدار 30 نقطة وانهى التراجعات على المقدار 7 نقطة النقطة فقط ولزال عند مستوى الدعم اللي هو 2370-2380 واغلق عند مستوى 1260 تقريبا في نفس الحيث ما داشكم في المشن لسه على استراق التعامل سيد احمد يعني في بداية الاسبوع كانت اغلقت الجلسات على ارتفاع ولكن مع نهاية الاسبوع الجلسات يعني تغلق على تباين اسباب بذلك والطاقات في جلسة الغد ايضا وجلسات الاسبوع المقبل مع بداية هذا الاسبوع كيف ترى الاسبوع المقبل جلسات وجلسة الغد في ظل الارتفاع الذي بدأ هذا الاسبوع ثم التباين الذي يختتم به الاسبوع الحقيقة هو الفكرة كلها فكرة التباين في الوقت الحالي ده نتيجة ان فيه تشينج هاند بيحصل ما بين الاسبوع وبعضها والقطاعات وبعضها فبالتالي بيكون فيه تباين بين المؤشرات ده ده طبيعي جدا ان يحصل تباين بين المؤشرات يحصل خروج سيولة احيانا من اي جي اكس بنتي اللي سبق بالصعود اي جي اكس سبتي من فترات طويلة وترجع تبص السيولة مرة اخرى في اسبوع اي جي اكس سبتي اول عكس فده بيؤدي لحدوث تباين احيانا بين المؤشرات لكن بواجهة عام المؤشرات انا شايف ان هي في وضع قوم اتوقع غلصة الغد ان شاء الله تكون جلسة ايجابية مش سلبية نظرا لاني النهاردة تقريبا المشتري متص اغلب الهبوط اللي حصل اثناء الجلسة فبالتالي نظرا لان المؤشرات في وضع ايجابي والمؤشرات فيه اتجاه صعب فانا اتوقع ان شاء الله ان جلسة الغد وجلسات الاسبوع القادم هتكون نهاية ليه الكوريكشن اللي حصل فيه الاجل القصير خلال الاسبوع الحالي فبالتالي ان شاء الله رب العالمين اتوقع المزيد من الصعود للبورصة المصرية مع اختلاف طبعا القطاعات والتوقيتات اللي صعود فاهم عن الاخر لكن اتوقع ان شاء الله المزيد من الصعود بورصة وصعود للقطاعات سازة احمد سعد الدين خبير اسواق المال اشكر حضرتك شكرا كزيلا سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظة شرقية ممدوح ورابة تسعة الاف وستمائة وسبع وتسعين وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاء والعجز القلي المستديم والجزئي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بالعملة غير المنتظمة قام وزير القوى العاملة بزيارة لمحافظة الشرقية لتسليم وثيقة التأمين التكافلية ووضع الية جديدة لدعم العملة غير المنتظمة بجميع انحاء الجمهورية لتصل لكل مستحقها احنا عايزين الميزة او الشيء او الرعاية تكون رايحة الاهلها فالعمالة غير المنتظمة احنا قررنا مع كل المدريات ان يبقى في الرقم القومي الوظيفة بتاعته ولن يتم صرف اي ميزة بعد كده او رعاية الا لما يكون هذه الوظيفة مسجلة في الرقم القومي عشان نحكم الامور شوية وما بقاش فيه تداخلات من فئات اخرى على فئة العمالة غير المنتظمة وده في صالح العمالة غير المنتظمة عشان دايما الرعاية تروح لأهلها وتروح لصحابها من جانبه اكد محافظ الشرقي على تقديم كافة انواع رعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئات وتلبية احتياجاتها في ضوء تكلفات الدولة والقيادة السياسية بالاضافة لتقديم بعض الدعم المادي العاجل توفير فرص العمل والتعاون مع مكتب القول عملة ورجال الاعمال فطبعا كل الدعم بيتم وانت عارف حضرتك ان فيه توجيه كبير جدا من فخامة الرئيس وطبعا كل اللقاء مع دولة رئيس الوزارة بيشدد وبيأكد على الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة ودميع المواطنة وبتلك الفرحة الغامرة استلم اهلين من العمالة غير المنتظمة وثيقة التأمين حيث اكدوا على ان تلك الوثيقة بمثابة حسن امان لهم بعد ان ظلوا العقود طويلة في طيين السيانة يعني هتساعدنا في حياتنا لو قدروا لحد حصلوا حاجة هتفيدنا وتفيد ايالنا بعد كده يعني حاجة حلوة الله هو الرئيس عملنا حاجة حلوة والسيادة الوزير عملنا حاجة حلوة حاجة مبسوطين بيها وطيرين بيها بالفرح يعني حاسين ان احنا بفعلا احنا ما كانا في مصر وان مصر دي حاجة حلوة اوة وحاجة كبيرة اوة عندنا كلنا وانحنا ناس مفرد هتفيدني في كل حاجة امان لولادي وامان لجوزي وامان لكل حاجة وامان لي جولات مستمراتون لوزير القوى العاملة لتسليم وثائق التموين التكافلية للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الجمهورية كفة والتي تأتي تأكيدا على اهتمام الدولة برعاية العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كشفت بيانات رسمية اليوم ان قيمة صدرات النفط السعودية انخفضت في ديسمبر نحو 30% الى 19.5 مليار ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وتراجعت قيمة صدرات غير النفطية 7.7% في ديسمبر الى 18.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في ديسمبر من عام 2019 وظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في ديسمبر لتهيمن على 13.5 مليار ريال من اجمالي الصدرات التي تصل الى 64.8 مليار ريال اظهرت بيانات من معهد البترول الامريكي ان مغزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الاسبوع الماضي مع تقليص شركة التكرير النشاط بسبب موجة من البرد القارص ضربت منطقة ساحل الخليج الامريكية حيث زادت مغزونات الخام في تلك الفترة بمقدار مليون برميل لتصل الى حوالي 469 مليون برميل واظهرت البيانات ان واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الاسبوع الماضي تراجعت بمقدار 521 ألف برميل يوميا في اسواق النفط العالمية هبطت الاسعار اليوم بعد ان اظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجأة في مغزونات الخام الامريكية الاسبوع الماضي اذ تسبب الطقس المتجمد في الولايات الجنوبية في الحد من طلب مصاف التكرير التي اجبرت على الاغلاق وهبطت العقود الاجلة لخام القياس العالمي مازيك برينت 35 سنة الى 65.2 من 100 دولار للبرميل وتراجعت العقود الاجلة للخام الامريكية 56 سنة الى 61.1 دولار للبرميل الى اسواق المعدن النفيستي حيث ربح الذهب اليوم ليحوم قرب اعلى مستوى له في اسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة اذ تعذرت جاذبيات المعدن الاصفر بفعل تصريحات ادل بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادية قال فيها ان الاقتصاد الامريكي مازال بحاجة للدعم وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2 من 10 بالمئة ليصل الى 1888.1 دولارا للأقية وتراجعت الفضة 1 من 10 بالمئة لتصل الى 27.5 دولارا للأقية في اوروبا ارتفعت الاسهم اليوم بدعم من نمو افضل من المتوقع الاقتصادي المانيا الى ان المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن زيادة محتملة في التضخم وتقييمات مرتفعة للأسهم وزاد المؤشر ستوكسي 600 القياسي لأسهم منطقة اليورو 2 من 10 بالمئة بينما قادت أسهم الصفر والبناء المكاسب في برسة توكيو للأوراق المالية تراجعت الأسهم اليابانية اليوم لتغلق دون مستوى 300 ألف نقطة للمرة الأولى في سبع جلسات إذبع المستثمرون أسهم التكنولوجيا لجاني الأرباح إصرى نزول المؤشر نازداكا وتراجع المؤشر نيكي القياسي 61 من 10 بالمئة وتراجع المؤشر توبيكسي الأوسع نطاقا 81 من 10 بالمئة الى كراتشي في باكستان حيث خفضت السلطات القيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية مما أدى الى تصابق العاملين في صناعة الأزياء لتعويض خسائر تلك الصناعة بسبب جائحة كورونا وبادروا إلى تنظيم العروض والأحداث على مدى يومين احتضنت مدينة كراتشي الباكستانية أسبوع الموضى الباكستاني في أول نسخة له منذ تفشي وباء كورونا هذا الحدث الفريد يأتي في ظل تنقض صارخ مع التوقعات القاتمة لصناعة الأزياء الباكستانية بعد أن عانت صناعة الموضى في البلاد خسائر فادحة العام الماضي عقب الأضرار التي سببتها الجائحة للمبيعات مع حلول شهر ديسمبر عاد الوباء وبدأت معدلات الوفيات في الارتفاع مجددا ومرة أخرى أصاب الحزن الأفراد ومن تلك اللحظة فصاعدا شهد المنحنى هبوطا مستقيما أشعر بالضيق لتراجع مستوى مبيعاتنا كل يوم يمكنني القول أن معظم ما تجري البيع بالتجزئة المتعلقة بالموضى والرفاهية تشهد انخفاضا مؤكدا وقبل عدة أشهر خففت السلطات الباكستانية القيود المفروضة على التجمعات في الوقت الذي تسابق فيه العاملون في الصناعة لتعويض الوقت الضائع وتنظيم العروض والفعاليات تأثرت صناعة الموضى بشدة بالفعل بسبب غياب العروض لم تنظم أي فاعليات للموضى وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي كان يحدث هو جلسات التصوير لأنهم ببساطة لا يخرجون ولا يشترون ولم تكن هناك حفلات زفاف كانت ضرر كبيرا للغاية أسبوع الموضة الباكستانية حشد نخبة من صناع الموضة ودور الأزياء في البلاد الذين يتوقون لتعافي صناعة الأزياء التي تأثرت بشدة كغيرها من قطاعات الاقتصاد في باكستان شدينا الكرام نصل إلى نهاية الوقفة الاقتصادية لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأهم ما جاء فيها وزارة التموين تؤكد توفر الاحتياجات من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفضات تصل إلى 20% هيئة قناة السويس توقع اتفاقية مع شركة نرويجية لإنشاء مجمع متكامل للإستزراع المائي هبوط قيمة صدرات النفط السعودية بنحو 30% في ديسمبر الماضي دمتم في أمان الله